قال الأمين العام والمتحدة أنطونيو جوتيريش أن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي مشددا على ضرورة بدل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان وفي مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان ندد جوتيريش بإطلاق النار على مواقع الأمم المتحدة مطالبا بحماية قوات حفظ السلام ومشيرا إلى أن ما تفعله إسرائيل يعد غير مقبول